وللحديث عن واقع العراق في اليوم العالمي للسلام وعن أوضاعه بعد مرور عقدين على احتلاله معنا عبر سكايب الأكاديمي والبحث السياسي الدكتور حامد الصراف وكذلك معنا رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية الدكتور علي الصاحب مرحبا بكما معنا أحسن مرحبا جزيلا أبدأ معك لو سمحت دكتور حامد في اليوم العالمي للسلام ما أخبار السلام في العراق؟ في البداية شكرا جزيلا أستاذ يونس على استضافة الكريمة تحياتي لك ولضيفك الكريم ولجمهور المتابعين العزاء الحقيقة لا يوجد سلم اجتماعي طالما لا يوجد أمن مجتمعي وأمان ومع وجود أول الاحتلال الغزو الغاشم اللي شنته أميركا في 2003 وما زال 20 عام مع تطورات دراماتيكية الحقيقة الكارثية بعد دخول إيران وميليشياتها على الخط فأصبح العراق الحقيقة ساحة لتصفية الحسابات والمنافسة غير المشروعة لقوات مسلحة نظامية أجنبية ولميليشيات ولائية أيضا مسلحة للهيمنة على مقدرات البلد هذه الشروط اللي يفترض أن تكون قضايا تتعلق بالسيادة الوطنية استقلالية القرار السياسي الأمن والحكومة اللي يتمثل أو النظام السياسي اللي يمثل إرادة الشعب العراقي هذه كلها الحقيقة غائبة ومغيبة لذلك لا يوجد سلم اجتماعي نبحث عنه خلال هذه العقود للأسف الشديد بسبب الحروب والحصار الظالم على العراق قبل الاجتياح أو الغزو الأميركي على العراق لذلك أصبح السلم الاجتماعي حلم كل عراقي أن يتمتع به لكن الشروط ما زالت الحقيقة قاسية على العراق والعراقيين الشروط والعوامل الداخلية والخارجية كلها تصوب في تحقيق عدم الاستقرار دكتور علي وفي تحقيق اللاسلم المجتمعي كيف يمكن التغلب على هذه العوامل أم أنها أصبحت قدر للشعب العراقي تحية من ساية لك ولضيفك الكريم ولجمهورك ولكل العراقيين يعني في اليوم العالمي للسلام أو للسلم عندما شرعت الأمم المتحدة في العام 1981 بيوم مخصص للسلم واختارت يوم 21 أيلول ليكون يوم عالميا في وقت ينعم به أغلب سكان العالم بالأمان والسلام لكن يفتقد بلد العراق للأسف الشديد إلى السلام وإلى الأمان وإلى حتى الاستقرار نتيجة الغزو الأمريكي الغاشم ونتيجة التدخل الخارجي سواء من دول الجوار ودول الإقليمية وحتى من سلطة الأحزاب وبالتالي أيضا من تعدد الرأي وتعدد الحكم من أكثر من جهة من الداخل ومن الخارج أصبح العراق بلد الرياضي الذي كان يوما ما في نظر الجميع بأنه بلد قوي عصي أصبح اليوم بلد ضعيف متجزئ ربما نقول وبمرارة هشه الذعاب بكل شاردة وواردة وأصبح لدينا حلم أن نعيش بسلام ونعيش بأمان ونصبح صباحنا باستقرار لكننا للأسف الشديد ومن الباب ليس كل ما يتمناه المرأة يدركه أصبحنا ننشد السلام ونتغنى به لكنه للأسف بعيد عنه نتيجة السياسات الخاطئة نتيجة فرض الأجندات سياسة لي الأذرع سياسة التدخلات الخارجية رغم أن السلام ليس بالمستصعب ولا حتى الصعب لكنه أصبح في هذا البلد للأسف الشديد قد يكون حلما يراود الجميع فمرة يأتي عدم السلام نتيجة الاحتداءات أو نتيجة الهجمات البربرية من داعش وغيرها ومرة أخرى يأتي نتيجة الحماقات السياسية وربما سلطة السلاح المنفلة الخارج حتى عن سلطة أو خارج حتى عن سيطرة الدولة وبالتالي نعيش الأمرين نعم دكتور حامد كنا قد سألنا حول العوامل الداخلية والخارجية يبدو أن العامل الخارجي له الدور الأكبر في اللاسلم المجتمعي في عدم الاستقرار في المعاناة اليومية للعراقيين في كثير من القضايا المغلقة والصعبة أصبحت الحصول على وثيقة ثبوتية أصبحت من مواجزات في هذا الوقت لعشرات أو مئات الآلاف من الناس وهكذا في كثير من القضايا الحياتية اليومية يجد العراقي صعوبة كبيرة كيف أو ماذا يعني ذلك العامل الخارجي المسيطر على المشهد بهذا الشكل العامل الخارجي هو السبب الرئيس بالتأكيد لأنه الغزو يولد حروب بعد الغزو احتلال غاشم وتدمير ممنهج سلكته لإدارات الأميركية الحقيقة المتعاقبة منذ بوش الأب ولغاية الآن العمل هذا الحقيقة لا يخلوه من برنامج تدميري واضح شاركة ليس فقط الأميركا فيه وأنه مالكيان الصهيوني من مستفيد أيضا رقم واحد ودول مثل إيران مثل الدول الأوروبية الحقيقة يعني تسير بركاب الأميركان حتى الأوروبيين يعني يجب لك مثال بسيط الآن يعني وكالة الهجرة الأوروبية أدرجت العراق بالمرتبة الرابعة في نسبة الطالبي اللي يجوء بسبب هذا الوضع وأعتقد قناتكم الموقرة تناولت هذا الموضوع موضوع الهجرة هذا بسبب غياب السلم الاجتماعي اثنين أيضا حتى الآن بالترتيب هناك ترتيب للعراق يعني يكون في ذيل القائمة بالدول العربية اللي هي الحقيقة تتصدرها قطر من حيث السلم الاجتماعي لكن يتأخر بها العراق تقريبا في نهايته يعني من أربع خمس دول في نهاية هذا الترتيب مع طبعا الدول اللي أيضا متشابهة إلى حد بعيد بالعراق منها اليمن وجود أيضا تدخلات أجنبية عسكرية وجود ميليشيات إيرادية سوريا لبنان ليبيا كذلك يعني هذه الدول العربية الحقيقة التي تفتقد بسلم الاجتماعي الآن بالترتيب العراق الآن يعني يندرج ضمن القائمة الدولية مئة وأربعة وخمسين في سلم الدول التي تفتقد إلى السلم الاجتماعي هذا طبعا يعني يعتبر ترتيب يعني أكس تماما ما كانت عليه يعني بغداد عاصمة الدولة الإسلامية التي كانت تسمى منذ ذلك الوقت بدار السلام يعني معناها أنه كان فعلا العالم يعيش حالة من الاضطراب والهمجية لكن العراق كان عاصمة الدنيا بغداد وهذه من المفارقات المؤلمة دكتور بطبيعة الحال لكن دعني أتوجه لدكتور علي وأسأل عن كيف نجحت الحكومات المتعاقبة حكومات ما بعد الاحتلال في تكريس هذه المراتب المتدنية وتذيل العراق ذيل القائمة عفوا على يعني في كثير من القضايا إذا تحدثنا عن السلم الأهلي وما إلى ذلك نجدها في ذيل القائمة الوضع الاقتصادي كذلك وهكذا وكأن هناك نهج حكومي لذلك وإلا ماذا تفعل الحكومات لماذا لا تحاول تحسين هذا المشهد عندما تستخدم الدولة أدوات الجهل سياسة الجهل باستخدام أدوات القانون وتسعى جاهدة إلى بدل أن تبسط الأمن والاستقرار والطمأنينة لدى المواطن العراقي هي من تسعى إلى إحداث هذه الفوضى العراق بلا شك يتعرض إلى قرصنة مرة تكون سياسية ومرة تكون اقتصادية القرصنة جاءتنا في بداية الأمر من الغاز الأمريكي عندما عمد إلى حل الجيش العراقي إلى حل المؤسسات الدولة الرصينة وبالتالي تحولت الديمقراطية المنشودة إلى فوضى وتحول الأمن وربما حتى جمهورية إفلاطون إلى جمهورية الخوف وعاش العراقيين سنوات عجاف كأنها سنين يوسف لكن لن يمر بعدها سنين الإنفراج وبالتالي هذه الحكومات المتعاقبة لأنها بلا رؤية حقيقية بلا قاسم مشتركة تستطيع من خلاله أن تتقدم أصبحنا بعد عشرون عاما نتخبط في قرارات نتخبط في اتفاقيات اليوم المشهد السياسي مربك اليوم المشهد السياسي دلالة واضحة على أنه حتى الاتفاقات السياسية التي كانت ربما هي اللغة السائدة بعدما قفزنا على الدستور وعلى القانون أصبحت اليوم حتى هذه التفاهمات بين هذه الكتل والمكونات مغيبة تماما والمراقب المشهد السياسي يلاحظ ربما بتركيز ما حصل في أحداث كاركوك التي قد تكون كرة النار المتدحرجة التي قد تقضي حتى على الأمن المجتمعي والسلم العراق الذي دفعنا الكثير من الدماء من أجل طرد داعش وغيره لكنه اليوم يعود ربما بثوب جديد الواقع السياسي بظل هذه الحكومات المتعاقبة واقع مرير لأنها حكومة ربما أقوال بدون أفعال وربما لأنها تفتقد إلى مقاومات السياسة تعرف السياسة بأنها فن الممكن لكنها في العراق أصبحت فن التبكن وبالتالي أصبحنا في دوامة وأصبحنا في دائرة وقد نحاول أن نكون متفائلين بأن القادم خيرا وأن القادم قد يكون أفضل نرجوه أفضل ولكن وكما يقول الشعر ترجو غدا وغدا كحملة في الحي لا يدرون ما تلد الأيام حبلة بالاختلافات والمفارقات وحتى الإشكاليات وآخر ما وضحت الأمور عندما كان هناك اختلاف كبير بين المركز والإقليم هدد من خلاله مصر البرزاني بتدويل القضية واشتكى إلى بايدن هذه كل دلالات واضحة على أن الواقع السياسي في العراق واقع مرير وأن الحكومة لن تستطيع أن تلملم كل إنعكاسات السلبية بين ذلك هي في أقرب مطب تحدث هذه الضجة وتحدث هذه الخلافات والإعكاسات السلبية وهنا يثار الدكتور حامد سؤال النهوض أو النهضة من هذا الحال المؤلم في العراق لا شك أن هناك سبيل دائما لنهضة ما هناك سبيل للتغلب على كل هذه الصعاب وهناك شعب عراقي معطاء ويستطيع بالفعل أن يتحدى كل هذه المشكلات لكن من أين تكون البداية في هذا الحل؟ نحن كنا أمام سابقا قبل سنوات أمام ثورة عملاقة عظيمة قد تتشدد في أي لحظة ولكن اليوم عندما نسأل عن محاولة الخروج من هذا المأزق ماذا يفعل الشعب؟ الشعب يفعل الكثير بإمكانه لأنه أولا نحن عندنا تجارب كثيرة الحقيقة بطرد الاستعمار يعني ثورة العشرين والثورات والاحتجاجات والثبات والهبات الجماهيرية الحقيقة وآخرها وليس آخرها ثورة نشرين المباركة في 2019 كانت ثورة فعلا لم يشهدها التاريخ العراقي بتقديم كواكب من الشهداء 800 شهيد و30 ألف جريح ومعوق وآجز عن العمل وما زالت ثورة نشرين يعني جذوتها متقدة في نفس العراقيين وممكن أن تتجدد بطريقة أخرى تصبح ثورة شعبية عراقية كبرى للتحرر ليس فقط لإسقاط نظام أو حكومة مثل ما حدث مع حكومة عادل عبد المادي وأن ما طرد كل الغزاة من أرض العراق وإنهاء دور الميليشيات والسلاح المنفلت وحتى العشائر الآن المسلحة والتي بينها نزاعات الحقيقة غير قانونية وغير منطقية وغير مقبولة حتى بالعرف العشائري والاجتماعي هذه ممكن أيضا تزج بإمكانياتها مع الشعب العراقي والهبة تكون كبيرة والانتفاضة كبيرة والثورة تكون أكبر لذلك أنا أول على أن الشعب العراقي ويبدأ من البيت التربية والثقافة والتعايش السلمي والأمن المجتمعي الحقيقة يبدأ أيضا من البيت والمدرسة والشارع والمدينة والحي الصغير هذه كلها الحقيقة العراقيون مستعدون لها لأنه ضاقوا الأمرين على أياد الغزاة المجرمين الأجانب وأيضا حتى من بني جلدتنا هناك عملاء يجب طردهم يجب الآن إقصائهم من المشهد من سدة الحكم الآن لأنه بالفعل العمل دائب وواضح جدا أنه يشتغل هؤلاء الطبقة السياسية طغم الفاسدة تشتغل لصالح الأجندات الخارجية بعيدا عن مصالح الشعب العراقي لذلك أنا أعتقد المفترق الآن اتضح أنه أما أن الشعب العراقي يجد ضالته في الانهطاف التاريخية القادمة وإعادة ترتيب الأوضاع ليس فقط في العراق في المنطقة كلها لأن أميركا أولا استهترت بكل حقوق العرب والمسلمين والغرب أيضا معاها وإيران ومن لف لفها الآن أيضا استباحت كل مقدرات بلد والبلدان العربية لذلك نضع ثقتنا بشعبنا العراقي وأيضا بالشعوب العربية والإسلامية أن تقف وقفة رجل واحد لصد هذه الهجمة من الغزاة الأمريكان والغرب العنصري اللي استباح أراضينا واستباح دمنا واستباح ثرواتنا هناك نقطة مهمة أشكرك عليها دكتور حمد أثرتها وبمعنى آخر بمعنى آخر نسألها للدكتور علي هي أن الاستسلام أو ليس الاستسلام لأن الشعوب لا تستسلم لكن الصمت أو الرضا أو عدم الثورة الدائمة والغليان الذي يحصل لأمر واقع في العراق قد يغري السلطة الحاكمة والميليشيات بمزيد من التعدي على حقوق الشعب ومزيد من القهر ومزيد من الظلم وبالتالي ماذا نقول للشعب العراقي في هذا الخصوص يوميا تقريبا يوجد مظاهرات في العراق يوميا في أكثر من محافظة وأكثر من مدينة في قضايا مختلفة بعضهم يطلبون وظيفة بعضهم يعترضون على سياسات خاطئة بعضهم يطلبون وثائق ثبوتية وهكذا نجد أنفسنا أمام واقع يعني يعترض فيه الناس على المأساة المعاشة ولكن ليس بالشكل المطلوب نعم يعني أشكرك على هذا السؤال جيد هو انطلاقا من قول الشاعر يقول إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولكن هذه المرة لن يستجيب القدر لأنه للأسف الشعب قد سكت واعتذر لا نعول أو لا نضع أو لا نرمي الكرة دائما على أن ثورة التشريين قد قبعت وبالتالي لا جدوى من التظاهر ولا جدوى من إعادة الكرة والشعب المصري الشقيق ربما ليس ببعيد عنه خلال سنة واحدة استطاع أن يغير حكومتين وحكومتين منتخبة لكنه بإصراره بوعيه الجماهيري استطاع أن يغير رغم أن الحكومات السابقة أقصد في مصر كانت تحكم بالنار والحديد لكن للأسف الشديد يعني الواضح على أن الواقع العراقي أو واقع الشعب العراقي أصبح ليس جميعه ولكن أغلبه يقاد بالعقل الجمعي يقاد بسياسة القطيع وبالتالي كلما تحدثنا مع نخبة من المواطنين أو حتى مع المثقفين يقولون ماذا فعنا خرجنا وعطينا الضحايا وبالتالي التظاهرات قبعت والاحتجاجات ميعت ولا جدوى من الخروج مرة أخرى وهذا خطأ كبير ليس لأنهم تشرين حوربت أو لم تستطع تحقيق غاية هذا معنى أنه الشعب العراقي يبقى ساكتا نعم هناك تظاهرات ولكنها تظاهرات فئوية اليوم حتى المتظاهرين يخرجون من جانب واحد يعني الذي قطع راتب أو الذي لن يخصص لهم مقاعد دراسية أو حتى الوظيفية يخرجون أمام وزارة المالية أمام تلك الوزارة ولكن الباقي الشعب ربما هو صامت تقريبا صمت القبور وهذا ما استغلته السلطة وهذا ما راهنت عليه وربما اطمأنت منه بأنه لن يكون هناك محور آخر أو ثورة عارمة مثل ما حصلت في العام 2019 نعود إلى أمريكا ربما أمريكا بسياستها الخبيثة وكما يقول الراحل أنور السادات المتغطي بأمريكا عريان هي حاولت من خلال الذئبين أو أعتبرهم أنا روما نسكي وبلاس خارت أن تجعل أو تجعل هناك حركة دعوبة بين هذه القوة السياسية وبدأت تضغط أما أن تكونوا تحت منفذنا تحت سلطتنا تحت آراءنا وأما سيقوم الشعب أو سنحرك جهات أخرى من أجل الخروج عليكم وبالتالي السلطة بدل ما تذهب إلى إرضاء مواطنية وشعبها ذهبت لإرضاء أمريكا تارة بإرسال الأموال تارة بقبول كل ما تريده أمريكا حتى أصبحنا نقوم ونقعد بأوامر رومانسكي والكل يدرك ومن خلال شاشات التلفاز ليس مغيب هذا الأمر زيارات وجولات رومانسكي المكوكية لكل المسؤولين العراقين بما فيهم الإسلام السياسي الذي صدع رؤوسنا بأنه ضد المحتل وأن أيدلوجيته بعيدة جدا عن فكر المحتل لكن في الواقع السياسة في العراق ربما تمر بمرحلة العهر السياسي من خلالها نجزم تماما بأننا أشبه ما نكون بسوق نخاسة لشراء الذمم وبيع المناصب ومن خلال هذه المحاولة لا نستطيع أن نتحرك إلا بإرادة شعبية قوية يعني أنا صح أرافقك الرأي بأن في كل مكان هناك تظاهرات ولكن كما قلت لك تظاهرات صغيرة لا تلبث أن تتشتت وكلا يذهب إلى غايته وبالتالي لن تقف هذه التظاهرات ولا حتى ترجف عين الحكومة باعتبارها أنها تقلت أختم مع دكتور حامد حيث بدأنا بالدقيقة واحدة ولا أريد أن نوطيل في السؤال الشعوب الشعب العراقي يريد في يوم السلام الازدهار السلام السلم المجتمعي يريد الرفاهية يريد أن لا يكون ملاحقا بالمعنى الأمني والسياسي والاقتصادي كلمة أخيرة دكتور بهذه المناسبة أنا أقول شيء مهم جدا هناك تناقض شديد الآن مع وجود هذا النظام واستمراره بدعم خارجي ومع ما يريد الشعب العراقي وفي النهاية إرادة الشعوب هي المنتصرة مهما طال الزمن أو قصر أنا أعول من جديد وأقول الشعب العراقي ما زال يمتلك وبدليل أنا أجيب دليل قاطع يعني حرق المصحف الشريف على يد هذا الآثم هذا في السويد شوف ماذا حدث في العراق يعني حرق السفارة السويدية وحوكمة حتى الضباط اللي كانوا بحماية السفارة كانوا متضامنين مع الجمهور هناك الآن هبة هناك شعور بأهمية الحفاظ على المقدسات العراقية وهذا الشعور لا يحبب قلت أكيد دكتور حامد الصراف أشكرا جزيلا دكتور علي الصاحب شكرا جزيلا لكم كنتما معنا في هذا الموضوع